اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا احمد عمري 27 سنة عايش بغوطة دمشق كنت عم ادرس هندسة معلوماتية انا لينا عايش بغوطة دمشق انا وحيدة لأهلي كنت عم بدروس طب وكان حلمي اني سير طبيبة اطفال بيوم الايام كنت عم البيس بديروه على جامعتي وحاطت عالراديو عم اسمع ارغاني بتطلع فقرة الابراج انا ما بقمين بالابراج ولا بهالقصص هاي بس بيومها قالولي ببرجي انه رح التقي بشريك حياتي اليوم مو معقول شو ضحكت يومها اي صر لي 23 سنة ومالتقيت بحده حبكت اليوم يعني اطلعت بالسرفيس وكانت قاعدة قدامي صبية وجهها سبحان الذي خلقه وعيونها مثل البحر وانا عم اطلع عليها جاني صوت لموزيحة الراديو وهي عم تبشرني اني حقابل شريكة العمار اضحكت وقلت كله كلام تاني يوم اطلعت بالسرفيس وقز بلاقيها كمان قاعدة بالكرسي يلي مقابيلي كل يوم كنت اركب بالسرفيس الساعة 7 الصبح مشان اطلع على جامعتي صرت انتبه انه في شاب يطلع معي بالسرفيس يعود مقابيلي يعني تقريبا كلنا ما بشوفه مرة من المرات كان عم يحكي عن موبايل وبده يكتب عنوان بس ما كان معه قلمه طلب مني وعطيته بعد ما خلص كتبلي على ورقة من دفتره شكرا وميلي الدفتر مشان شوفه وكتبت له على دفتري عفوان وميلي الدفتر اللي عنده تاني يوم شوفته قاعدنا جنب بعض هالمرة قام كتبلي على الدفتر كيفك كتبت له الحمدلله وهيك ضلنا كل يوم نسلم على بعضنا بهي الطريقة بعدها طلب انه يشوفني بالجامعة بعض المحاضرات وصرنا كل كم يوم نلتقى ونحكي كان احلى شعور هو وقت بيجي يوم الخميس منكون تلين عدنا مخلصين محاضرات على بكير نقضي باقي اليوم مع بعض كان احلى شي فيه حركاته تعابير وجهة روح المرحلة كل شي فيه كنت حبه كانت تتوقف جنبي بكل شي احلى شي وقت تكون الصبية اللي بتحبك وتحبه تقبل فيك هيك على ما انت عليك تحبك إلك لشخصك لكيانك كان في واحد عم بيضايقني بالجامعة كان ينتظرني بعد كل محاضرة ويحاول يوقفني ويحاكيني انا ما كنت حب خبره لأحمد لانه بعرفه قديش دمه حامي بس مرة كان عم يلحقني ويسمعني كلام طالع نازل وقفت بنص الجامعة وصر تصرخ عليه ما لقيت إلا واحد جاي طيران من بعيد كان أحمد مسكه وصار يضربه كان حيموته الحمدلله إجو العالم بعدون خفت كتير على أحمد بوقته كان وشه مثل الدم عم يغلي بس بصراحة حسيت بالأمان وشفت حالي فيه يعني كتير حلو هذا الشعور واتبلش الحصار على الغوطة ما عد فينا نروح على الجامعة القنص شغال والاعتقالات من على الحواجز شغالة فبقينا قاعدين بالبيت وصرت كل فترة روح على بيت جدي كانوا بنفس المنطية كانوا عايشين لحالهم روح قضي عندهم كم يوم مشان نغير جو عن قاعدة البيت عملنا مشفى ميداني بالحارة وبيحكم دراستي بالطب كنت عم ساعدهم واستلمت الإسعاف كان عم يجينا كتير إصابات بسبب قصف البراميل والصواريخ وكنا نشوف مناظر كتير صعبة كنت دايماً أي شي بيصير كنت اتصل بأحمد التمن عليه وإذا ما علق معي الموبايل صير بس إنه عم بسأل وين صار الانفجار كم حدا تصاوب وإذا كلهم أجوا لهون حتى أعرف وتأكد إنه ما صار له شي أنا كنت معارض إنه تشتغل بمشفى ميداني تعب وضغط نفسي عليها وبصراحة أكتر كنت مفكر إنه نتجواز ونطلع نهرب على شي دولة أولاد عمي كلهم مع عيالهم صاروا بره البلد وبعتولي كتير طرق مشان إلحقهم صراحة العيشة صارت شبه مستحيلة بس لينا كانت دائماً تتفاقل وتقولي إنه بكرة رح يكون أحلى أحياناً بحسة بتحب البلد أكتر مني أي بنت غيرها كانت قبلت وطلعت وبنفس الوقت خايف إضغط عليها بكافية اللي هي فيه كان يقولي تعالي نطلع بره البلد تعالي نهاجر على شي دولة حقنا نعيش حياة كريمة حياة فيها أمان بس أنا ما فيني أطلع بره البلد بابا وماما لحانوا إنه ما فيني أتركهم إنه كيف دي أتركهم بهذا الوضع وبنفس الوقت كمان ما فيني أتركوا وإلوه طلع بدوني يا رب يا ربي شو أعمل يا الله الوضع عم بيصير من سيئ لأسوأ يا بدك تحمل اسلاح يا أما بدك تطلع بره الغوطة الوسط ما عاد مقبول يا رب ساعدني شو أعمل أنا ما بدي غير إني كفي دراستي وعيش حياتي مع بنت اللي بحبها بدي حياة هادية بدون تفجير بدون اعتقال بدون خوف رح أنطر للأسبوع الجاي وخبرها إنه بدي يجيب أهلي ونخطبها الوضع بعينتهم طول كتير لينا خلينا نخطب بعد أسبوع ليش بعد أسبوع يعني؟ لأنه بعد أسبوع بيكون 21 ثماني عيد ميلادك حبيبي طول بالك بس كم شاهر يعني لنشوف شو وضع البلد ما بدي انتظر أكتر من هيك بجوز يخلص عمرنا وهالوضع ما يخلص لأسبوع الجاي مثل ما بدك حبيبي يعني إنه شو أنا يعني ما بتمنى نكون تحت سقف واحد بتاريخ 21 ثماني 2013 ما كان تاريخ عادي بمسبب الليل ولا يوم عادي على الغوطة بس يمكن كان عادي عند العالم جتنا كتير حالات اختناق وغثيان وارماء ما كنا نعرف هدول الحالات ولا كنا نعرف كيف ننعالجهم المستشفى يلي عاملينا ما عادت ساع واحد من الأطباء خبرنا إنه النظام قصف بعض المناطق بغاز الساري بس هلأ خلينا نحاول ننعش اللي نقدر عليه لنتأكد من طريقة العلاج كنت بين مجموعة عمون قزون بس مع صوت من ورا ظهري عمين دهني تفتت؟ ما شفت حدا بعرفه قلتي ممكن بلشت هلويس بس الصوت شوي شوي صار واضح وعرفته لينة 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 أحمد أحمد أنت أحمد أحمد لا مو معقول أحمد حبيبي لا مو أحمد مو أحمد أحمد والله أحمد أحمد يا أحمد أحمد يا أحمد في أحمد في أحمد حبيبي يا أحمد حبيبي عم باسمعك يا عمري والله عم باسمعك والله والله عم باسمعك فيه لك أحمد 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 أصوات أنين أسمعها ضجل كل خوفا هلعا قال الكيماوي يقتلنا يخنق غوطتنا يخنقنا قال الكيماوي يقتلنا يخنق غوطتنا يخنقنا زبد يعلو وجه الموت وعيون تبدو ملتمعا وشفاه تتحول زرقا والعالم يتفرج صنطة ويشاهد قلقا مستمعا هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015 عم تسمعوا راديو سوريالي عفكنا هذا مو راديو المترجمich من إنتاج والحن مرهّون ترجمة نانسي قنقر